المتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة عمر فورتك في فيديو اليوم سنتعلم إن شاء الله كيفية استخراج المجموع والمعدل المتوسط لعلامات الطلاب طبعا هذه هي دروس الطلاب اللغة العربية والفيزياء والرياضيات والجغرافيا ومن الطرف الآخر عندنا أسماء الطلاب أحمد محمد خالد محمود خليل وهنا علامات الطلاب نبدأ أولا باستخراج المجموع الأمر بسيط جدا يا أخوتي نشير على العلامات بهذا الشكل نشير على صف واحد من العلامات بهذا الشكل بعد أن نشير إلى العلامات نذهب إلى الأعلى إلى جامعة القائي وكما ترون فقد خرج لنا المجموع الآن نريد مجموع لبقية الطلاب نذهب إلى الزاوية بهذا الشكل زاوية الخانة كما ترون نرى إشارة الزائد نضغط مطولا بزر اليسار ونسحب إلى الأسفل نترك الآن الماوس بهذا الشكل الآن خرج لنا المجموع لجميع الطلاب الآن نريد أن نستخرج المعدل المتوسط الأمر بسيط جدا لكن الأمر مختلف نوعا ما نضغط على خانة فارغة في المعدل المتوسط بهذا الشكل ثم نذهب إلى الأعلى إلى هنا وهنا نكتب باللغة الإنجليزية أولا نضغط على يساوي ثم نكتب Average A, V انظروا عندما كتبنا A, V خرج لنا Average في الخيار الثاني نضغط على Average بضغطتين كما ترون الآن نشير على العلامات التي نريد أن نخرج لها المعدل المتوسط بهذا الشكل نسحب بعد أن أشرنا نذهب إلى الأعلى مرة أخرى نغلق القوس نغلق القوس بهذا الشكل نضغط على زر Enter وكما ترون خرج لنا المعدل المتوسط الآن نريد معادل المتوسط لبقية الطلاب الأمر بسيط كما فعلنا سابقا نذهب إلى زاوية المربع قد تخرج الزاوية في الطرف الآخر لمن عنده باللغة الإنجليزية نذهب إلى الزاوية هنا ونضغط بزر يسار مطولا ونسحب إلى أسفل الجدول وكما ترون خرجت لنا المعدلات لجميع الطلاب عندنا إذن المجموع والمعدل المتوسط لجميع الطلاب الآن نريد أن نغير ونجرد أن نغير علامة من علامات أحد الطلاب ونرى هل ستختلف عندنا هنا مئة سنغيرها إلى ثمانين ونضغط على انتر كما رأيتم تغيرت العلامات مباشرة بشكل تقائي ونكون هنا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا أشكركم على حسن متابعتكم وانتظرونا في فيديو جديد كان معكم عمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته